بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزيزينا المشاهدين و هذه الحلقة الجديدة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيها القبول والبركة والأثر والنفع لجميع سيدة المشاهدين النهاردة يمكن هنتكلم على موضوعات مهمة يا رب يجعلها موفقة هنتكلم على شوية أعراض من الأعراض النفسية والعصبية عايزين نتكلم النهاردة على الرعشة أو تريمورز وعاوزين نتكلم على الشلل الرعاش أو البركنسونيزم أو الستاتيك تريمورز وعاوزين نتكلم على النومبنينج أو التنميل التنميل بعض نص سماخة دلانج تنميل نومبنينج وفيه لصوف فيجن اللي هو فقد الإحساس سواء مؤقت أو دائم وعاوزين نتكلم عن الألم الشديد بين سواء في العضلات أو في المفاصل وبعدين نتكلم عن الشد العضلي أو كرامس شد عضلي وبعدين عاوزين نتكلم عن البرالسز بارابليجيا اللي هو شلال نصفي أو شلال نصفي الأسفل اللي هو بيسموه بارابليجيا ولو ربنا وفقنا هنتكلم شوية عن الصداع عن الدوار والدوخة هنتكلم عن الصرع الإبليبسي وأنواعه وأسبابه وحنتكلم على الإيه أو الحاجات النفسية أخيرا هنتكلم على الميوبس لو ربنا وفق والدنواء وحب كده في الآخر نتكلم عن الإيمة إس الإيمة إس هو المالتوسكيلوروزيس والسكيليرو ديرما تعالوا الأول نقول هو ليه بتحصل الأعراض النفسية يعني دولتي لو قيت أنا واحد بيترعش أولت له مدي إيدك كده فمدي إيدك كده ليته بيترعش الرعشة دي ممكن تكون بسبب إيه الرعشة دي ممكن تكون بسبب أن أنا مانمتش كويس آه ممكن تكون بسبب الأنيميا آه الرعشة دي ممكن تكون مشكلة بقى في الغدة الضرقية معها ضربات قلبي سريعة ومعروفة كده رعشة جمدة بيسموها سيروتوكسوكوزيس معها شوية ألم في العين معها شوية ضربات قلبي سريعة معها رعشة ممكن تكون التريمورز أو الرعشات بداية تشخيص مرض لكن على الأقل الناس اللي بتدخن كتير بتترعش تلاقي ناس مش متازنة كده بتترعش كده عموان الرعشة عبارة عن نقص في التوصيلات العصبية ومشكلة في نقص الفيتامينات نقص كمية النوم الكافي نقص كرات الدم أو الأنيميا ممكن يكون التراب هرموني ممكن ممكن من فضلك لما تلاقي حد عنده تريمورز أو رعشة مسكوتش أكتر من كده الشلل الرعاش أو بنسميها ستاتيك تريمورز فالستاتيك تريمورز ده عبارة عن إيه ناس عمالة تعمل كده ومعها شوفلينج اللي هي الجيت أو المشية كده بيسحب في الأرض بيسحب في الأرض وكده ومسكينج فيس ووشه كده ما بيديش تعبيرات خالص وده يعني هو المفروض أنه هو موتر ديزيز وبيبقى مشكلة عنده فيه الدوبامين أنه بيكسر بسرعة له بتاع توصيلات العصبية لفما ما بيكسر بسرعة بيدوله أنتي كوليني ستريز إنزايمز أو بيدوله دواء زي السينيميت وإلي دوبا والكاربي دوبا والحاجات دي الحقيقة الشلل الرعاش أنت طبعا أنا ما جيت أتكلم عن الرعشة والتريمورز قلت لكم خلي بالكم الرعشة والتريمورز دي ممكن تكون مسألة بسيطة منهمت شويس عند شوية أنيميا إذن أنا لما بتكلم على سبب يعني بتكلم على علاج ممكن أنا مش بقول صلطة خضرة يمكن أنا مثلا عندي شوية أنيميا يمكن أنا عندي شوية اضطراف في الغدة ها يمكن أنا بصهر كتير إذن أنا لما بقول على سبب بقول على علاج قول لي إيه اللي عمل لك الرعشات دي وأنا علم زي ما بقول الشلل الرعاش الشل الرعاش دلوقتي ما بديش غير السينيمو القل دوبا والكاربي دوبا الحاجات دي نقول عليها او بنقول عليها حاجة بتحافظ على الدوبا دوبامين عشان ما تكسرش بسرعة فلكن هل يا ترى حظة لو اخذ السينميتة او الكلام ده كله بقيت عمري الدوة في اول الكلام بيبقى كويس لكن بعد شوية بيجي لحالات بقى خلاص باركنسون معالية وساعات تقلب معابق بلبسي وشدة عضلي وكرامس شغلانة جامدة ويبقى الدوة مش نافع الحقيقة انه بنجرب دلوقتي يسم النحل وبنجرب دلوقتي التدليق في الشمس والفيزيوسيرابي بيحسن من الحالة كتير وانا من الاول كده بقول يا جماعة لو سمحتم اوعى تعتمد على تشخيص سابق وتنسى بقيت الامراض يعني مش معنى عنده شلل رعاش او عنده شلل نصفي او عنده صرع ان هو بياخد الدوة بتاعه خلاص بقيت العلاج ما تتعالجش عنده شست عنده كحة تتعالج عنده مشكلة في الجهاز الهضمي تتعالج عنده مشكلة في الجل تتعالج يعني ارجوكم في بعض الناس يقولك ده عنده كذا سنعنده صرع وبقيت الامراض متعالجش فإياك أن تستسلم لتشخيص وتنسى بقيت الاعراض لو جينا نتكلم عن التنميل المؤقت هتلاقي التنميل المؤقت ده عند ناس كلها يعني ايه يعني ساعات ناس من كتر الملح كتر اللحمة من كتر الفول والطعمية من كتر الشيبسي والكولة والشوكولاتات والمصصات تلاقي عنده تنميل فيه ده ولكن ما بقدرش أقفل إيدي ما بقدرش أفتح إيدي ما بقدرش أعمل مسامير في رجلي دي بداية التنميل يبقى التنميل ده عبارة عن مسامير طبعا في بعض نبتح ونسلك ونبتح ونسلك طبعا أنا قلت قبل كده أن فيه عمليات كتير فشلة زي عمليات التسليق زي عمليات اللحمية زي عمليات البواسير زي عمليات مش عارف الغدرق كل دي عمليات رجعة أو مرتدة وترجع تاني تعملها وترجع تاني زي اللحمية بتاع المناخير تشيل الأدينويت تشوي يرجع تاني تشيله يرجع تاني فبنقول أنه الحل بتاع التنميل أني أنا أولا ما دوسش على رجل كتير قوي لغاية ما تجهد وما نمش على جنب كتير قوي لغاية ما بقماش حسس به ما ينفعش زي واحد بيقول لي أنا بقوم كل يوم جنب اليمين واجعني فبقوله ليه قال لي عشان أنا بحب أنم على الجنب اليمين زي النبي قلت له النبي عليه الصلاة كان يبدأ النوم على الجانب الأيمن ثم ينتقل إلى الجانب الأيسر ثم على ظهره الوحيد المانه عنه أنك تنام على بطنك لا هو بينم على جنبه اليمين طول الليل ويقوم طول الليل بعد كده جسمه منمل والجنب اليمين تعبان ووان من رحمة ربنا بينا أثناء النوم أني احنا نتقلب يمين وشمال حتى أصحاب الكهف قال تعالى ونقلبهم ذات الأمين وذات الشمال وكلبهم بسط زعايب الوسيد فتقليب النايم ده مهم أقولك على حاجة كنبلة لما يبقى عندنا مريض بيد ريدن في المستشفى ما ينفعش ينام على ظهره باستمرار حتى لو فقد الوعي يعني كان عندنا ناس في العنان المركزة ست الشهور ما بتحركش يبقى ممرضة تيجي الصبح تقلبه على جنب ده شوية وبعدين تقلبه على الجنب ده تاني شوية وعلى ظهر شوية وفي ممرضة لازم تدلكه بالجل ساعة الصبح وساعة بالليل جسمه كله لأن الدواء مش هيتصرف المحليل مش هيتصرف مدام المريض ما بيتحركش وما حدش بيدلك له جسمه الكلام ده لكل المرضى في البيوت في مرضى كتير جداً قاعدين في مكانهم ساعات بيروحوا الحمام وساعات عاملوا اللوم بامبرز بعملوا فيه لكن ده لا يع فيه إن أنا دلك له جسم وساعة الصبح وساعة بالليل بالجل خلي بالك ولازم يقعد في الشمس لازم يقعد في الشمس المريض اللي قاعد في السري ده وإلا هيجيله هشاشة عظام العظم بتاعي بعمزة البسكوت يتفشفش إذن التنميل ده مهم نعرف السبب بتاعه نبعد عن الفول والطعمية والكولة والشوكولاتات والمصصات والشبسي والحاجات اللي هي بترصب والحلويات الحلويات ألعن في التنميل والأملاح من المخللات نرجع لي ما يسمى به أو فقد الإحساس فقد الإحساس عند بعض الناس يقولك أنا مثلا واحد عمل عملية غلط أو واخد حقنا غلط فبوزت له الإحساس في الجزء اللي تاعي يجي لحد العيادة يقولك أنا مش حاسس نفضل نحاول نوصل في الإحساس بالفيزيو سيرابي بالعلاج الطبيعي بالتدليج بالمساج بسخن وبارد بالزبزبات المهم نحاول نوصل التوصيل بيحصل أو بيحصل إلا إذا عملنا رأس مع عصب ولانا عصب أتقطع خالص ده موضوع تاني لكن بيحصل فيه توصيل الإحساس والمهم إن إحنا من يقسم الرحمة ربنا لغاية ما الإحساس يرجع لو أنا حسيت بألم شديد أو بين الألم الشديد اللي أنا بحسه في العضلات أو المفاصل ممكن يكون ألم حقيقي أم لح مترسبة أو عية أفلت بيسموها بريفر البازو كونستريكشن فلو عية أفلت خلاص زي الناس اللي هم عندهم مشكلة في الغدة الدرقية مثلا فنقص الغدة الدرقية بيعمل لي زي ميكسي ديمة ويعمل لي ترسبات مخاطئة كده في الأطراف وبرودة في الأطراف وبيخلي التوصيل مش كويس والأطراف بردة جدا وممكن يعمل لي بين شديد ممكن نقص الكالسيوم يعمل كده ممكن الضرب أو ترومة يعمل كده ممكن السكر لو زاد لو قل يعمل كده في أسباب كتير للبريفر البين أو الألام الطرفية وحتى في ألام المفاصل طيب أعالج الألم إزاي؟ المفروض أن أنا بعالج الألم بعالج الأصل يعني هضرب لك مثلا لو أنا عندي ألم في رجلي لو عندي ألم في رجلي المفروض أن أنا بأخذ تجريتول ويأخذ مش عارف بتاع ده هو المركبات بتاع الجابتن ها؟ والجابة بنتين وساعات أخذ مثلا المركبات عشان توسع الأوعية اللي نزلة تحت زي الاستجرون نوتروبيل مش عارف إيه وساعات يبقى احنا مش محتاجين لأدوية خالص محاكين نوسع الأوعية بالتدليل الفيزيوسيربي ده يعني مش عايز أقول ده تلت الطب اللي ضايع فلما ندلك للناس اللي عندها ألم رجليها كويس نص ساعة صبح نص ساعة بليه في الشمس ولما نحط لها حنة على رجليها تخلي الدم يوصل الأطراف الألم الشديد ده بيبتدي ألم لكن لو اعتمدت على الأدوية باستمرار ومسكنات عندي ألم مسكنات عندي ألم مسكنات كتر المسكنات هتبوز المعدة وتخرم المعدة وكتر المسكنات هتبوز للكيلة كمان فالألم الشديد لا يعالج بالمسكنات فقط ولكن يعالج بيه علاج أسبابه واحد بيأكل فول كتير ومخليلات كتير وكبدة ولحمة فعمل مصامير في رجله شوكة هياخد مسكنات وفورات ومن غير ما يمنع السبب هيفضل الألم موجود فلازم يمنع السبب فيه بعد كده ما يسمى بالشد العضل الشد العضل أو الكرامس عندنا ستات كتيرة أو رجالة يقول لك العضل بتقفش مني وبتشده مش قادرة حركة وبصوت من الشد عضلة أفشة كده تسأل السيتة ولانت اتلعابي كورة لا يعني دايما الكرامس ده بيبقى استهلاك للطاقة الموجودة في العضلة فبتشد طيب هل استهلاك الطاقة بيتم أثناء النوم طبعا أي حد عنده نقص كالسيوم هيحصل له ده طب إزاي نقص كالسيوم وانا باكل زبادي ولبن أيوة عندك نقص كالسيوم بتعودش الشمس ربنا تبارك وتعالى خلق الشمس عشان نعود فيها علشان الشمس دي مهمة تنشط اكتف فيتامين دي تحت الجلد دايب في الدهون ويجري على طول يخلي الجسم يمتص الكالسيوم كويس فيقوى العضل ويشيل الألم طبعا الشد العضل بيزيد قوي في السيدات بعد سن انقطاع الدورة بعد الخمسين تقولك الألم هيموتني فالمفروض ان انا بعد الخمسين باخد يا اما بديل هرموني صناعي يا اما باخده طبيعي معلقة فولسو يا برو اس برايم روز في حاجات كتير جدا بتعمل تعويض للهرمون طبيعي طبيعي وبالتالي تعالج لي ألم العضل تعالج لي هشاشة العظام اذا علاج الكرامبات وهشاشة العظام مش احنا كده خلاص نكملنا نص ساعة طيب احنا يبني شونا بعد نص ساعة بعد نص ساعة يبقى هشاشة العظام عبارة عن ألم بينتج مش من نقص كالتر لا من نقص الهرمونات اللي بتخلي الناس تنتص كالتر خلاص يبقى مثلا هشاشة العظام بيحصل قوي عند السيدات في فترة الحمل بيحصل قوي عند السيدات بعد الولادة واثناء الرضاعة الكالتر مستهلك وبالتالي أنا عاوز مش بس مصدر كالتر لا عايز مصدر يعدل للهرمونات وعاوز شمس لأن الشمس هي الضرورية لامتصاص كالتر ده بالنسبة لكرامبات والشد العضلي اللي يقولك أنا بقوم من نوم الشد العضلي هيموتني حاسة بقلم شيء جدا والعضلات أفشة بعضها طيب ده ينقلنا الحاجة يعني أكتر من كده احنا كده اتكلمنا على الشد العضلي والهشاشة لا فيه أكتر من كده بقى اللي بقول عليها البراليس البراليس ده شلل والشلل ده تلاقي يبدأ بتنميل يقولك تي أنا مش حاسس بالجسم ده مش حاسس بإيدي برجلي بنص وشي فيه تنميل فيه تنميل لو سبته خمس ست ساعات يبقى شلل خلاص بقى لا بحرك يد ولا رجل الشلل ده لقى أسباب كتير بقى أملاحة رسبت جلطاتي تكونت إما جلطة دموية إما ورم إما نزيف المهم حاجة وقفت المسارات العضلية العصبية ده عمل شلل براليس لو أنا لحيط الشلل في أول خمس ست ساعات بديله بقى ستريمتو كنيسة أو بلازمينوجن اكتيبيتور حاجة كده حقنا بخمس سلاف جنيه لو لحيطه احتمال ما يكملش شلل ولو أنا بقى أعدت أليم فلوس من هنا ومن هنا عشان أجيب له تاما الحون الحون دي شو موجودة في المستشفى يبقى الشلل هيزبط والجلطة هتزبط قدامنا بقى شهور على بال مدفوق ده الشلل النصفي اللي هو الهيم البارابليجيا فيه بقى الهيم البارابليجيا ده الشلل النصفي اللي تحت والهيم البليجيا اللي هو الشلل النصفي من طول وطبعا للأسف الشديد بدأت الحالات ديجين ليه؟ عشان الزعل عشان القهر عشان فشل في حاجات كتير جدا فشل في الجواز فشل في الدراثة فشل في الشغل خناءات باستمرار الناس من كتر الحزن والقهر بيجي لشلط طبعا الامراض تزيد والمستشفىات تتميلي وما عندناش سراء الرعاية مركزة وما عندناش هتعمل ايه ادي الله اودي حكمة نقبل مثلا زي الاورام عندنا في الاورام مثلا في مستشفى الاورام مثلا 4000 متردد كل يوم مثلا سعة المستشفى 800 وبقيت ال 4000 يترحلوا اليوم اللي بعده اللي بعده وهكذا طيب انا دلوقتي بتكلم على الشلل واسبابه اول سبب له الزعل والزعل بيعمل جلطات طبعا ممكن شلل نتيجة حدثة ممكن شلل نتيجة انفكشن عدوى او ورم حصل في المخ مثلا او او وساعات يكون له اسباب تانية طيب احنا دخلنا في الاورام في الشلل وقلنا اسبابه وقلنا علاجه طب في علاجات تانية اه طبعا لو احنا لحقنا الراجل اللي داخل على شلل عنده تنميل لحقناه في اول التنميل ده بكاسين تلاتة مش هيكمل شلل ارخص بكتير جدا بالبزمين الاكتفيت لو انا بتكلم على حاجة بسيطة جدا اسمها الصداع الصداع ده عبارة عن ايه في صداع بيشق الراس نصين كده وفي نصين كده وفي صداع بيجي من وراء القدام يعني حسب نوع الصداع بنقولك وايه بالزبط يعني لو صداع نظر ضعف نظر مثلا غالبا بيبقى وراء لو صداع مناخير جيوب امفية غالبا بيبقى نص الدماغ مقسومة نصين عندي فتحة واحدة في المناخير مزدودة نص دماغي مزدود لاثنين نص دماغي مزدود اذا مهم جدا انا عارف صداع نظر ولا صداع اذن التهاب اذن ولا صداع مناخير جيوب امفية ولا هو صداع ضغط من اضغطي عالي جدا الضغط العالي جدا يبقى الواحد يقولك انا دماغي هتنفجر نفوخي هنفجر فيه نفور الدم خلاص يبقى انا عايز اعرف في الصداع ده سببه ايه لو عرفت السبب اعالج صح ما عرفتش السبب اخد مسكن مضد للصداع شعر يقولك خد بنا دول طب انا عندي مصيبة افنا عندي وراء في المخ اعالجوا بايه ده يعني انا لو خدت كشفت نظر لقيت النظر سليم جيوب امفية ما عنديش كشفت اذن كويسة سناني طب نزلت ضغطي طب السكر طب وزايف كلا وزايف كمت ساعات بيبقى الصدع بداية فشل كلوي طب شفت الافرازات للالتهابات ساعات الصداع ايه اللي تنوم ساعات الصداع ايه اللي تنوم سيادتك ما بينامش كويس كل ما يجيله صداع ياخد مش عارف اسبرين بنا دول مش عارف فولتارين وبعدين في الاخر من كتر المسكنات تلاقي عنده التهابات في المعدة وتلاقي عنده التهابات في الكلا هل يترى كل اللي يجيله صداع ياخد مسكنات ولا يدور على سبب الصداع لان بيجيلنا بعد اربع سنين من الصداع عنده فشل كالة وروح يخز كل ما يجيله قلم ياخد صداع كل ما يجيله قلم ياخد دوة كل ما يجيله صداع ياخد دوة انت ضيعت نفسك مش تعرف ايه السبب يبقى مهم جدا انت تعرف ايه السبب لو انا انتقلت من الصداع الى الدوخة او الدوار الدوخة او الدوار عبارة عن ايه التهاب في الجيوب الانفية عمل التهاب في الودن ها في التهاب الودن ده بيعمل لي دوخة ممكن التهاب بسيط ادوخ شوية زي الانيميا مثلا دوخة صغيرة كده ممكن التهاب يبقى جديد او ادوخ ادوخ ادروح واقع في الارض ده كده دخلنا في نيرز زيد انت ضربت الازن الوسط وضربت الازن الداخلية كمان اللي زود الالتهابات بتاع الازن ومين دول ايه الناس اللي بتحط السماعات في ودانها يجيلي شباب في العشرينات عنده دوار ودوخة ودانه خلاص وطانين تينيشيس وعنده زي ما يكون ودانه بتصفر وانت عملت في نفسك ايه لو انا بحط السماع في ودني باستمرار بتزود البكتيريا الموجودة اصلا الى تلتمائة ضعف في ناس حتى السماعات في ودانها على طول في الاخر مش هتسمع خالص وهتصاب بدوار وتقع في الارض لان انتوا عارفين الازن هي ايه عضو للتوازن يعني الازن لا وظيفتين السمع والايه والتوازن طيب يبقى احنا مهم جدا نعرف هو الدوار ده جالي ليه عند التهاب اوزن عند التهاب مناخير ايه اللي عمل للتهاب ايه اللي بيعمل لي دوار عندي انيميا ايه اللي عمل لي دوخة ودوار لازم معرف السبب واخيرا لو ما لقيتش اسباب بعمل رسم المخ او بعمل حاجة اسمها سيتي برين او اشعة مقطعية على المخ لو انتقلت من الدوخة والدوار الى الايبليبسي الصرع الصرع يا جماعة تشنجات كده ترمى في الارض شوف احنا الاول خدنا كرامس شد عضل انما عندنا في بقى صرع الصرع ده تلاقي واحدة ترمى في الارض وتشنج كده وفتاعه ناخد فاصل طيب استأذنكم في فاصل قصير ثم نعود ان شاء الله فاصل قصير ثم نعود بسم الله الرحمن الرحيم كنا بنتكلم على الاعراض العصبية زي الرعشات تريمورز وانواعها واسبابها وعلاجها وكلمنا على الشلل الرعاش او البركنسونيزم اسبابه وعلاجه وقدمنا العلاج الجديد طبعا امكاننا اقول تلكو ان احنا المسايل دوبة والايل يدوبة والحاجات دي بعد فترة بتضعف دواء البركنسونيزم او دواء الشلل الرعاش بعد شوية بيقل او بيضعف فبندخل بداله تلوقتي سمي ناحل بناخده في المحطات العصبية عند الروس وعند الكوة وعند الكتف وبيجيب نتائج هاي قبل ما اكمل معاكو بيت الاعراض العصبية احب اقولكم ان شاء الله باذن اللي تعالى انا موجود النهاردة على الهوى على الفيسبوك وعلى اليوتيوب من الساعة 8-9 على الهوى حبايب استنوني هقولكم على مفجهات وجاب افلام كتير اوي النهاردة ان شاء الله من الساعة 8-9 على الهوى على الفيسبوك وعليوتيوب النهاردة ان شاء الله برضو بقول لكم ان كتابنا الصيدلاء الغذائية بالالوان نازل ان شاء الله يوم الجمعة الجاية يعني بعد ثلاثة يام نازل ان شاء الله في معرض القاهرة الدولي الكتاب صلى واحد وده نازل بالالوان الجميع عدنا سنتين نعمله الوان وصور التطبيق الجديد بتاعنا ان شاء الله الابليكيشن موجود على ديسكتوب هتخش من على الجوجل بلاي وده من واحد فبراير يعني ان شاء الله بعد عشر تيام تقدر تخش على الحلقات والوصفات وكل اللي احنا قدمناه قبل كده طبعا احنا قدمنا مبادرات لعلاج السرطان وقدمنا مبادرات لعلاج الفشل الكلوي وانتو عارفين الناس بجيلنا من كل بلاد العالم عشان تتعالج من الفشل الكلوي من غير غسيل ومن غير زر نكمل الاعراض اللي احنا بدأناها سواء التريمورز او الرعشات او الباركنسونيزم الشلل الرعاش والتنميل او المسامير اللي في الرجلين والايدين وتكلمنا على القلم الشديد او التين وعلاجه وتكلمنا على الكرامبات او الشد العضلي واتكلمنا عن الشلل او البراليسيس وازاي نلحقه في الاول واتكلمنا بقى عن الايه عن الصداع واسبابه المتعددة اوعى تجري وتاخد مسكن للصداع من غير ما تعرف اسبابه وإيه اللي هتفاجأ بان المعدة يعني اتضمرت وان الكليا اتضمرت كلمنا على الايبلبسي او الصرع ووقفنا عند الصرع الصرع ده عبارة عن ايه تشنجات طبعا الصرع في الطب له اسباب ولو انواع الانواع البتاعته عندنا الفوتيت مال وعندنا حاجة كده متوسطة وعندنا الجراند مال او اللي هو كلونيك اللي هو الشد العضل الجامع فيه حاجة تراندينت كده شوية تلاقي حد فقد الوعي شوية كده ورجع تاج ده بيسموه فوتيت مال او بيقوله عليه يعني صرع خفيف وبيجي لبعض الناس كده وساعات بيختلف او بيتشابه مع حاجة سمانة تراندينت اسكيميك اتاكس ساعات واحد كده بيجي جلطات كتير او املاح كتير تيجي كده في المراكز العصبية يدوخ شوية يغشلق شوية يغيب عن الوعي شوية ويرجع تاين يبقى فيه من انواع الصرع نوع بسيط وفيه نوع شديد بقى بيجي له شد عضل الجامع ترمي في الارض وعضل لسان وهو وهو بندور فيه الصرع على اولا رسم المخ اي اي جي بنشوف فيه بقر صرعية ولا لا هل يترى احنا قلت له يا دكتور فيه نوع خفيف ونوع شديد هل يترى الصرع ده له اسباب ايه من اسباب الصرع اول سبب سبب نفس يعني سبب نفسي يعني حتى عنده مشكلة نفسية كل ما يزعل يجي له تشنجات ولازم نشوف هل السبب النفسي ده معه بقر صرعية ولا مجرد سبب نفسي لو مجرد سبب نفسي ما تدلوش الدباكين وتجريتولوا وابنتين هتدمروا لان ادوية الصرع بتدمر المخ تماما بتعمل ابسي وتعمل غباوة العيالة بتاخد الادوية بتاعت الصرع والتشنجات بعد كم سنة كده بيبقى غبي جدا وابسي يضحكوا الناس بتعيط ويفرح يعني وناس حزينة وساعات يعني تلاقي حزين وناس يعني خلاص ما بقاش ببشر يعني فأدوية الصرع دي يعني اول ما النوبات بتختفي خمس ست شهور بنبتدي نعمل رسم مخن شوف هل النوبات موجودة ولا لا دلوقتي نشوف بقى يا ترى الابلبسي ده هل سببه ايه سبب سخوني ساعات العيالة الصغيرة لما بتسخن قوي بجيلة الشنجات وسببه انفكشن لو عنده عدوى ولا عنده مناخير ومزدودة بجيلة الشنجات وساعات مثلا نقص السكر يعني اكتشفنا انه نقص الطاقة ان المخمس وصله طاقة بيعمل تشنجات يبقى عندنا سخونية وانفكشن وانسداد الانف وعندنا نقص الطاقة ونقص السكر بيعمل تشنجات اذا مش كل مرة تشنجات عبارة عن بقر صراعية ده اللي انا عايز اقوله للناس انا مقدرش اقول ان دي بقر صراعية الا اذا عملت اه رسم مخ شهر واثنين وثلاثة ولاقيت ان الموجات كلها بتاعت المخ دخلت بعضها وعندها بقر فعلا يعني ومع ذلك ما بنقاش بنعالجه برضه يعني حتى بنعالجه مش عايز اقولك ما عليت بتفك التشنجات خالص يعني يعني اش عايز اقولك يعني نتاك حلو طبعا انا ما نوقفش دهوة لحاجة انما كل ما بتوقف التشنجات بنحاول نعمل رأس مخ ونبتدي نسحب الدهوة بالتدريج عشان ما يدمرش المخ الابلبسي انواع وعلاجه طبعا لو شرح طويل لكن عندنا حاجة مهمة جدا في الطب اسمها الامراض المناعية او الامراض النفسية الامراض المناعية والنفسية قريبين بعض اوي يعني ايه يعني انا عندي احباط عندي فشل حاسس بالقهر مثلا دوا يعمل لي مشكلة نفسية يعمل لي التراب هرموني يعمل لي خلل مناعي الجسم يضرب في بعض ممكن كل الاعراض تظهر علي جفاف الحل اه ضربات قلبي سريعة عيني بترمش اه قلبي بيدق بسرعة بتنفذ بسرعة بطني بتوجعني ماشا لو اذا جاءك مريض يشتاكي من كل شيء فاعلم انه لا يعاني من شيء يعني دايما كده ما يقولك ده ده وجعني وداني بتصفر وعناي مش عارف ايه وبيحصل لي خيالات مش عارف مين وقلبي ضربة سريعة وريق ناشف مدام بيش تكمن اكتر من عرب يعرض ان فيه ورها مشكلة مساكل تحلها لو احكالك عليها وحليتها فضل من ربنا ما حكاش على المشكلة ومش عاوز يحلها اديله مهدد ما ينفعش بقى انا عندي ترجيع اديله كنت الركم انا عندي اسهال دوا الاسهال انا عندي ضربات قلبي سريعة دوا يهدي القلب انا عندي قلم في المصال مسكن انا عندي كل ما تقوله على حاجة يكتب لك دوا تب ما فيه مصيبة من الاول هتحلها ازاي لان انا لو ما حللتش المصيبة الاولانية ولا دوا من ده هيشتغل زي مريض السكر انا عندي سكر عالي لو ما زبطش السكر ما فيش ولا دوا هيشتغل به يعني الادوية لا تعمل مدام السكر عالي اوي او واطي اوي لان كده كده هيعمل شورتج المخ اتقل واصل المخ شهتشتغل ممكن يجي له غايبوبة سكر عالي يبقى السكر عالي جدا في الدم مش هزم المخ ممكن يجي له غايبوبة سكر واطي خد انسلين زيادة فوقع يبقى عنده غايبوبة سكر عالي او غايبوبة سكر واطي مش هستجيب للعلاج خالق يعني فيه ادوية كده يعني فيه امراض لها الاولوية واحد عنده سكر وعنده تلاتين مرض بنعالج السكر الاول زبط سكر زبط المناخير زبط سكر زبط النظر زبط سكر زبط العين زبط سكر زبط الاسنان زبط سكر زبط السمع زبط سكر تتزبط المفاصل زبط سكر زبط الهضم إنما تسيب السكر يعلى ويوطى يعلى ويوطى وسكر ربعمية خدت انسلين بقى ثلاثين خدت سكر بقى خمسون إيه ده؟ إيه شغل المجانين ده؟ إحنا بنعمل ضبط السكر دلوقتي عندنا صالة على ضبط السكر عندنا بنقيس السكر كل يوم الصفحة لو زاد عن تلتمائية منه ثلاثين واحدة انسلين ربعمية صايم ربعمية أربعين واحدة انسلين وكذا لكن لو سكر الصايم ولد أو بنت أقلم انت تلتمائية أو أقلم مئتين ما بنخدش انسلين خالص يعني لو خدت انسلين هو عميناك طيب نرجع بقى للأمراض العصبية النفسية الأمراض العصبية النفسية ممكن تعمل التراب هرموني ممكن تدي مرض مناعي زي روماتويد زئبة حمراء مشاكل بقى سكليلوديرما بيس الدزيز مش عارق كل دي أمراض مناعية ترسيبات مناعية فشل كلوي برونكيا الأزمة حتى السكر مرض مناعي دلوقتي ليه؟ جالي من حزن ومشاكل وساعات تقعد من المريض عندك لا لا ده أنا مبسوط خالص يعني أنت مبسوط خالص وجالك مرض مناعي يعني واحدة ستة عادة لوحدها ولادهم كلهم اتجاوزوا وسافروا وجالها روماتويد من السعادة جالها روماتويد من السعادة مش عادة لوحدها بتتحصل على اللي فات وتبصها على سلالي العيال وتفتكر اللي كان بتعمله سندوشات الصبح ودروس وتستنى امتحانه ونتيجته والآخر يتبه ويمشي ما هي لازم يجي لها الروماتويد وممكن يعملها بتاع ده هو الامراض النفسية والعرض النفسية ممكن ده كل يعملي تلايفات في المخ اه والله لكن مش اي حد عمل اشعة ولا عنده تلايفات في المخ يبقى عنده ام اسم الا اذا بدأ بعمى يعني يعني راح وبعدين دراعه تشل وفك وبعدين دراعه تاني تشل وفك وبعدين رجل تشلت وفك يبقى عضو بتشل خالص ما بدارش تحركه خالص يومين ثلاثة اسبوع وبعدين ده كده ام اسم يبقى ضاعت العين وضاع الاعضاء لكن يجي لي ناس سلام وزي الفل ولا عنده قلم في عين وعنده قلم في اليدين ورجلين ما فيه مئة الف مرض بيعملوا قلم اليدين ورجلين ليه تلبس في الام اسم ليه تلبس في الحيطة فالانا عايز اقولك عليه ان قبل ما نشخص مرض يعني لابد ان الاعراض تبقى موجودة زي واحد جاي وانا عندي سرطان سرطان رئة قلت له بالكوح دم قال لي لا قلت له نمرة واحد قالت به طب سرطان رئة يعني كوح دم لي يا دكتور لان خلايا السرطان بتأكل الاوعية الدموية عندي سرطان كبد يبقى بتبرز برازل سود او برجع دم عندي سرطان امعاء في دم نازل بالسماء خلايا السرطان تأكل الاوعية الدموية يبقى عندي يا برجع دم يا بتبرز دم يا عندي مشكلة كبيرة انما اعمل صور الدم الاقي كرات الدم البيضة سليمة والحمرة السلمة تقول عند سرطان العينة بتقول كده العينة بتقول كده ده شغل ده اجل ننفعش عينة ايه وطين ايه يبقى لازم نمشي سيستيماتيك صح مهم جدا جدا احنا عارفين بنشخص المرض النفسي ازاي دلوقتي بقى بنبتدي نعالج المشكلة نفسية نعالج السبب بندي مهدي بنعالج الاضطراب الهرموني بنعالج الخلل المناعي بنعالج الاجسام المضادة بنعالج الاعراض المرضية اللي ممكن تظهر يعني مثلا بقى عندي روماتويد مثلا الروماتويد ده عبارة عني خلل مناعي ادى الى ترسيب مواد معينة بين المفاصل اعملها ازاي هبتدي ادي سم نحل مثلا هبتدي ادي ادلك بالزيت الفها بالصوب بعمل طاقة عالية جدا بالليل بحط حنة في عصر اتناشر حاجة بترجع المفاصل سليم معقول يا دكتور المفاصل اللي شويت ترجع سليم اول الله عزيزي ترجع سليم طيب الناس اللي عندها دمور عضلات بقى بيسموها الكربلتانل سندروم وعندها العضلات بدأت تضمر هل معقول ان العضلات ترجع طبعا بس احنا نعرف بس ازاي نرجع العضلات دي سليمة تاني زي اللي عنده سرطان في لسان او سرطان في الفك بنجيب حطة قطنة او شاشة نحط عليها معلية عسل صغيرة او نطين وشوية بروبلز او شوية بون ومنحطها على مكان الالتهاب او مكان السرطان بنغير الالتهاب دي كل ساعتين تلاتي مش عايز اقولك الالتهاب يروح السرطان يروح الدنيا كلها التالي فلانا عايز اقولك انه حتى لو كان الورم ده من بره حتى لو ورم في الساد ورم الساد احنا قدمنا اربع خمس علاجات الالم من بره بنحط له بروبلز او رنف البودرة وعليه حطة شاشة وبنربطها بيشيل الالم كله وبعدين من جوه بندي خمس حاجات بندي عصير الخضروات خمس حاجات وراء بعض يعني جرجير وجزر وبصل وكرافسه وفجله بنضربهم في الخلاط او نبشرهم وتشرب فريش مدام الصلاة اتعملت تتكى على طول متراكنش التلاجة كوباية ثلاث مرات في اليوم وبعدين وبعدين بديله عصر وبروبلز وعصير الخضروات الطازج ثلاث مرات وبعدين عصر وبروبلز وبديله ربع كوباية تخليه ثلاثة اربع مية سخنة مرتين في اليوم وبعدين بديله توم في الزبادي عشان لو فيه اي تلعفات ييدو بها وديله شوية موسعات للأوعية انا بعمل مع الناس كده بجيب نتاج هايل بشرط انها تنام كويس ان اتديله مهدئ عشان المشكلة نفسية لانه مريض السرطان بيبقى مرعوب رحل الدكاترون نقطع السدي ونقطع القولون ونقطع لا 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 هو مرعوب فلازم تهديه الاول لازم تديله حاجة لضبط الهرمونات لازم تديله حاجة لضبط المناعة ها بندى سم النحل وبندى وسعب بنعمل كسات وغيره بندى اجسام مضادة فيه بتضرب في جسم كله بيبقى لازم انا اعمل له الالتهاب فوق الالتهاب يعني انا عندي ركبتي بتوجعني وانا اديتك حاجة تعمل الالتهاب برا انا اديتك بعمل الالتهاب برا عشان اعالج الالتهاب اللي جو يبقى انا عملت كاونتر يعني شغلت الجهاز العصباء دل ما يقعد يضرب برا بدل ما هو اعمال يلتم على وشه اخلي يلتم في حتة تاني طيب بعمل ايه كمان بقى عالج بقى الامراض المصاحبة عنده مشكلة في الكبد عنده مشكلة في الكلا عنده مشكلة نفسية عنده مشكلة في الامعاء بنصلح كله مع بعض فيبتدي كل الصلاة تاني بكرر ان شاء الله احنا النهاردة بإذن الله ت��고 22 20 20 النهاردة 20 يناير 22 20 يعني 20 20 20 معدنا ان شاء الله الساعة 8-9 على الهوا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وهنتكلم في افلام علمية جديدة عن الجديد في علاج الامراض عن ركوء الجديد واللي احنا بنعمله بالافلام وبنتكلم النهاردة كمان عن الكتاب الجديد اللي هو صدراء الغزائي اللي هو نازل في معرض تقاهرة دول الكتاب ان شاء الله يوم 23 يناير في صلة واحد وبنتكلم على التطبيق الجديد اللي هو الابلكيشن اللي هو نازل ان شاء الله 1 فبراير ومبادرات علاج السرطان ومبادرات علاج الفشل الكلوي والمبادرات قلنا عليه طبعا احنا اتكلمنا عن تريمولز اللي هي رعشات سواء فاين تريمولز او كورس تريمولز سواء عنده مرض في الكبد عنده أنيميا عنده سيروتوكسوكوز عنده غدة بس من فضلك لما تلاقي حد بيترعش ما تسكرش نرجع بقى للستاتيك تريمورز او الباركنسونيزم اللي بيسبح باستمرار ومعاه ان هو ماشي ببطل اللي بيسموه شافلينج جيت ومعاه ماسكينج فيس وشه كده عامل زي الماسك وده بنعالجه بايه بمركبات اللي هي المسايل دوبة وغيره وانتقلنا الى مرض التنميل وقلنا غالبا التنميل بيبقى يهمة مشكلة في السكر في الأوعية يهمة الملح زايد بنعالجه عادة بمواسعات الأوعية ومشي الملح فضل يا علي السلام عليكم ونقول لك يا دكتور والله لو سماح سماعي بنتي عشرين سنة أو واحد وعشرين دايما تشكي بالضاع واتطرق مني حملنا لها تحليل شامل وروح نوضيناها أنفوزن وحنبرق في الغناية مفاسوز وقدناها الدكتور مخ وعصاب عمل نشاعة مصبعية بل ما فيش حانة الصداع ده بقى لو قد ايه يعني سنة واكتر طيب هي كانت مخطوبة ولا حاجة لا طيب كانت النوية تخش كلها وما داخلتش لا ما كانتش هي خلصت اعداده خلصت اعداده بس جاعدت في البيت يعني طيب بصة اقولك على حاجة لو انا دورت على سبب الصداع لقيت النظر سليم والأنف سليم والسنان سليمة والسكر سليم والضغط والكلة وصورة الدم وعملت رسم اخر ايه سليم يبقى حاجة من ثلاثة يا ام هي عندها صهر كتير بتصهر اه دام والصهر بيعمل صداع دائم يبقى لازم تنام الساعة 9 مساء يبقى الصهر بيعمل صداع يبقى لازم نينام بدري خلاص اه يا دكتور الحادر الوحيد المعملناش اللي هي المظهر اللي هي ايه اللي ما كشفناش نظر لازم تكشف نظر تكشف نظر وتكشف نظر وتعمل وظائف كلا وظائف كبد وصورة دم اه ايوا ممكن يكون وبعدين المحمول اللي بيقعد بيتفرج على المحمول كتير وتلفزيون كتير بيجي له صداع ما معهاش تلفون ولا حالة يبقى الصهر بيعمل صداع النظر بيعمل صداع الأنيميا بتعمل صداع ما فيش عندها أنينيا ولا فيش عندها اي حدا خاله عموما ان شاء الله بإذن الله تعالى دور على سبب وان شاء الله هتلاقي سبب شكرا لاتصالك نرجع نتكلم على بقية الأعراض بتاعة الأعصاب عندنا مرض مشهور اسم المايوباسي ايه المايوباسي ده اللي هو ضعف العضلات الاول فيه قبل ضعف العضلات زي ما قلت ان فيه شد عضلي وفيه شلل يعني فيه شد عضلي ويفك انما فيه شلل دائم بقى ما بدرش حركة دي ورجليه كده برضو عندنا مايوباسي عندنا اجهاد والاجهاد ده انواع فيه ناس بتقولك انا مجهد على طول وقاعد يقولك انا لما بعمل مجهود بتعب حس ان انا مش عارف ده بيبقى عنده ناصف افراز الغدة الدرقية مثلا وفيه ناس بيبقى عندها مثلا بتشتغل بالنهار كويس وتيجي على اخر نهار تعبت زي الماسينيا جريفز بيبقى استهلكت بقى المواد بتاعتها خلاص يبقى المواد الطاقة بتاعتها خلصت لكن فيه ناس عندها ما يبصي بقى يعني العضلة موجودة بس مش شغالة زي الدوشين وزي البكر وزي حاجات كتير اوي فيه بعض امراض ضعف العضلات بتظهر في الطفولة في العقد الاول زي الدوشين وفيه بعضها مثلا بيظهر بعد العشر سنين عشرين سنة تلاقي الشباب والبنات كانوا كويسين وفاجأة بقى عندهم مش هادرين يقفوا على قدهم ورجلهم ولا كذا ولا كذا عايزين نشتغل بالتوصيلات العصبية جربنا معهم التدليق والمساج وسم النحل واه 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 لكن الابحاث مستمرة لدرجة انهما دلوقتي يلاقوا انه ادوية الزهايمر الغالية دي بدأت تيجيب نتيجة حلوة اوه مع الميوبس طبعا فيه امراض لغاية دلوقتي احنا وقفين مرعوبين منها زي ايه زي مثلا المرض بتاع الضمور المخ اللي هو السريبرال بالسي بيسموه سي بي العيال اللي هي بتتولد وهي بتتولد بتتزن او ويبقى دماغة صغيرة ومخاص صغيرة وكده يعني دي لغاية دلوقتي ربنا ما فتحش علينا في الطب ان شاء الله يفتح علينا وانلاقيه علاجات ان شاء الله لكن زي ما اقولك فيه يعني حاجات لسه ربنا ما فتحش علينا لان النبي قال كده تدوع عباد الله فان الله سبحانه وتعالى ما انزل من دين الا له دواء يعني علاج السكر علاج الضغط زي ما اقول علاج السكر يتضبط الصبح بالسكر صاهم يبقى انا بضبط السكر كل يوم بالسكر صاهم الضغط لازم اقصد ضغط كل يوم لو زي الضغطي على 160 على 100 اخد دواء ضغط انما 110 70 اخد دواء ضغط ازاي يعني في بعض الناس عندها همدان ودوخة وكسل وزهايمر وضع في جنسي وضع في زاكرة كل ده من دواء ضغط من فضلك ادوية الضغط دمرت الدنيا والله العظيم ادوية الضغط دمرت الرجالة والستات انا لما يبقى ضغط 160 على 100 وماشي احسن طيب يبقى احنا دلوقتي بنقول الميوبس ده عبارة عن ايه نوعه ايه هل هو اجهد بس هل هو اتشخص خلاص هل هو مايسين يا جريبز هل هو بايكر هل هو ايه اتشخص ايه من شخص المرض بنعمله تحليل معينة ورأس معصب وكده ونشوف فهو ايه بالضبط اتكلمنا على الام اس وكلمنا على الاعراض اللي ممكن تعمل شلل مؤقت او تعمل كذا ممكن بعضها يبقى ناصي بيتامين بيتولب اللي هو الكمبيت دي جنريشن ده واللي صابع كوه الكمبيت ده ناصي بيتامين يعني مجرد ما تديره حون البيتامين يخيف يعني انا جالي ناس العادة كتير ولكن انا عندي ملتيبر سكروريس عندي ام اس ومجرد ما عالج الاملاح وعالج ادي له ناصي بيتامين بيتولب ومجرد ما عالج الاعراض النفسية اللي عنده اخسن بله بيرجع سليم يعني مش كل واحد جالي عنده باتشز في الجهاز العصبي طيب معنا دي اتين ايوة السؤال بتاعك ايه انت معك دي اتين ولا دا ايه انا والله بحسبه حدها يسأل طيب يبقى بنقول ان الام اس ده او التصلبات الموجودة في الجهاز العصبي ممكن نتيجة ناصي بيتامين ممكن نتيجة املاح مترسبة ممكن نتيجة اعراض نفسية ممكن نتيجة حاجة اسمها ممكن نتيجة حاجات كتير جدا مش شرط ان انا عندي حاجة بتنمل وتفك او حاجة ان انا عندي ام اس ودي قنبلة بنعالج بها الناس يعني ما تتصورش الام اس عامل الناس روع بقى دي ايه طبعا فيه في الجهاز العصبي امراض كتير المايسينيا جريفز المالتو اسكروزز اللي هو التصلب المتعدد اللي لسه بنوع الام اس وفيه سكليلودرما تلاقي فيه سكليلودرما ده الناس مناخرها بتبقى تصلبت يعني بدل ما فيه جلد وكارتلج لا كارتلج بتحاول لإيه لعض تلاقي شفايفها بدأت تقف صوابعها بدأ اللحم يختف فبدأ اللحم يتحول لعضم فبقى سكليلودرما بقى الجلد بتاعها زي ما يكون عضم طبعا دول يعني بدأنا معهم علاجات حلوة وبدأ نجيب نتائج حلوة في النهاية يعني مش عايز أطول عليكم يا رب أكون موفق وقدمت حاجة كويسة قوي وإن شاء الله هنقدم بقى النقص الزاكرة وضياع الزاكرة والإجهاد السريع وكل ده هنشوفه نهارده إن شاء الله الساعة تماني على الهوى على الفيسبوك وعليوتيوب وجايب لكم أفلام جديدة جدا انتظروني إن شاء الله إن كنتوا قد أحسنت بفضل يا أبو رحمتي كل بفضل يا أبو رحمتي فبذلك فلا فرحة وخير مجموعان وكنت قد أسأت فأستغفر الله أرجو أن تسامحهم شكرا لحسن سماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة